موسيقى موجز لأهم الأنباء قصفت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من التحالف السعود الإماراتي مواقع الجيش بمدرية عرما في محافظة شبوة مصدر عسكري قال إن قوات الانتقال استهدفت مواقع قوات الحقوبية المرتمركزة في منطقة عارين بمدرية عرما بعد أو بعدد من قذائف الهون دون وقوع أي إصابات وضيّن أن استهداف الجيش في هذا التوقيت يخدم ميليشيات الحوثي التي تعد نفسها لشن حرب على المحافظة المحرمة سياسيا تعهد الاتحاد الأوروبي بتكثيف جهوده لتحقيق هدنة موسعة وطويلة تمهد الطريق لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة أوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل في نالس أن العام الجاري كان بالغ الأهمية لتحقيق السلام في اليمن حيث شهدت البلاد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وأشار إلى أن الهدنة التي انتهت مطلع أكتوبر الماضي لا تزال قائمة على الأرض إلا أنها تظل هشة معبرا عن عمله أن يكون 2023 عام السلام في اليمن قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي أن بلاده تعمل مع السعودية على تطوير أساليب منع وصول السلاح لمليشة الحوثي الارهابية مؤكدا أن محاولات إيران لدعم الحوثيين تتلاشى أوضح في تصريحات تلفزيونية أن بلاده تتفق مع رؤية ولي العهد السعودي لتطوير الشراكة بين البلدين مشيرا إلى أن لندن تشارك التكنولوجيا العسكرية الحديثة مع الرياض وتمتلك رؤية مشتركة مع السعودية ودول المنطقة تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعر تهديدات الحوثيين باستهداف مزيد من المواقع الحساسة في المملكة خصوصا المشاة النفطية من جانبها دعت منظمة العفو الدولية مليشة الحوثي إلى إسقاط أحكام الإعدام بحق أربعة صحفين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفين والنشطاء السياسيين والحقوقين المختطفين وأوضحت أن المليشة تواصل استخدام أساليب قمعية لمصادرة الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام وإسكاة المعارضة السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها مؤكدة أن الصحفين عبدالخالق عمران والتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي وحارث حميد يواجهون عقوبة الإعدام بعد محاكمة بالغة الجور إضافة إلى التعذيب والانتهاكات والإجراءات غير القانونية حذرت دراسة أممية من تآكل القوى الشرائية للأسر في اليمن خلال العام المقبل 2023 جراء عدم استقرار الاقتصاد وغياب الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية وأوضحت الدراسة التي نشرها مكتب الأمم المتحدة للتنسيق شؤون الإنسانية أنه بدون استعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية سيظل الناس مجبرين على مواجهة سوء التغذية وتفش الأمراض وفقدان الفرص وبيّنت أن 21 مليون و600 ألف شخص باليمن سيحتاجون للمساعدة الإنسانية وخدمات الحماية في العام القادم نهاية الموجز للقاة